السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف انتم اخواني الكرام في الحقيقة يعني حفبت ان اشارك هذا اللقاء بشكل عاجل رغم اني كنت معكم بالامس بسبب موضوع مهم وهو عاجل ايضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتباعه ده اما بعد فكلنا ما يعرف ان الله تبارك وتعالى قال وان تعد ونعمة الله لا تحصوها نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم شغلك وشبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك اظن انكم يعني ما شاء الله تعرفون هذه الايات والاحاديث ومرت عليكم كثيرا قبل ذلك لذلك ادخل في لب الموضوع لانني لا اريد ان اطيل اليوم مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا وانا قلت قبل ذلك واكرر يعني من الصعوبة بمكان ان يجزم اهل العلم بحرمة ممارسة الكرة او مشاهدتها لكن في المقابل هل يكون هذا يعني مثلا الذي يشاهد الكرة او يلعب الكرة هل يكون منشغلا بها لدرجة انها احد اهم اولوياته يعني انا اذكر لكم شيئا عجيبا يعني كان اليوم عندي موعد مع اناس محترمين في امر مهم ففجئت بانهم يطلبون التأجيل لماذا بسبب المباراة قلت لهم يعني حتى وان كنا يعني ان كان احد ممكن ان يشاهد هذه المباراة وانا لا استثني نفسي يعني ممكن ان يشاهد يعني لكن هل اجل موعدا او اضع امر المباراة كاولوية من الاولويات لدرجة انني اغير جدوى الاعمالي وترتيب حياتي يعني هذا هو في الحقيقة محل الاشكال الذي ينبغي ان نقف معه جميعا خلاص لا بأس ان كان الامر يعني بهذه الصورة وانت تريد ان تشاهد لا تجعلها اولوية عندك لدرجة تقع تحت طائلة هذه الايات والاحاديث ان تكون مغبونا في هذه النعمة نعمة الوقت الذي نقصر فيه كثيرا فلا يكون بهذه الدرجة يعني المباريات لا تنتهي كل يوم عشرات المباريات من الكرة اذا انت تشاهد بهذه الصورة وتتابع بهذه الدرجة يعني اظن حياتك تضيع وعمرك يعني يسلب من بين يديك هكذا وانت لا تشعر الامر الاخر يا ليته يقف عند حد الوقت يا ليته وانا اقول ان اصلا وقفه عند حد الوقت يعني ليس مرضيا وليس مقبولا شرعا ولا عرفا ولا عقلا لكن يا ليته يقف عند هذا لكن الامر يزيد حتى يؤثر على مشاعرنا وعواطفنا وحالتنا الامفعالية وبعض الناس يصابوا بامراض ويصابوا بجلطات بعض الناس ينفعل على غيره فيسبه فيضربه فيؤذيه يعني هذه ظلمات بعضها فوق بعض انا فقط اريد ان نتقي الله تبارك وتعالى في انفسنا وفي من نربي وفي من نحن قدوة لهم لا ينبغي ابدا ولا يجوز لنا كعقلاء ان تأخذنا كرة القدم الى هذا المأخذ وان تفعل بنا هذه الافاعل انا لا اريد ان اكثر عليكم او اطيل عليكم بذكر اقوال العلماء في مثل هذا انتم تعرفونها لكني كذلك لا احب ان نصطدم مع شباب الامة يعني انا اعرف ان شباب الامة يهتم بالكرة كثيرا ويضعها ضمن اولوياته فانا اريد ان ارشد هذا الامر عندهم اذا كنت تشاهد الكرة اذا كنت تتابع الكرة لا تجعلها ضمن اولوياتك لا تجعلها احد المؤثرات في ترتيب جدول حياتك خذ منها القصط الذي تشعر انه شيء من الترويح او شيء من الترفيه او شيء من هذا لكن لا اقبل لك اخي ما لا اقبله لنفسي ان تكون هذه الكرة مسيطرة عليك لدرجة ان تتحكم فيك وفي انفعالاتك وفي حالتك الصحية وفي علاقتك بالاخرين اسأل الله عز وجل ان يهدينا جميعا وان يهدي يا شباب المسلمين وان يجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته